كل البشر يوم القيامة يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي فيقول الله سبحانه وتعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فتخرج أفواج فأعود مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى وأسجد وأطيل السجود فيقول الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع فيقول أمتي أمتي يا الله فيقول الله أخرجوا منها من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان فتخرج أفواج فيعود صلى الله عليه وسلم ويسجد ويقول الله سبحانه وتعالى له ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع فيقول أمتي أمتي يا الله فيقول أخرجوا منها من كان في قلبه مثقالة ذرة من إيمان تعرفين إيش يعني ذرة يعني لو نملة ماشية وما دعستها رحمة بها هذه ذرة تشفع لك يوم القيام ثم يقول هنا الشاهد في القصة وهذه آخرة وهذا في البخاري فأعود فأسجد وأطيل السجود فيقول الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع فيقول في المرة الرابعة صلى الله عليه وسلم يا الله ائذن لي في من قال لا إله إلا الله يعني وإن لم يكن من أمتي بس وحدك وإن لم يقول أشهد أن لا إله الله محمد رسول الله بس وحدك فيقول الله سبحانه وتعالى وإزتي وجلالي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم ليس تبع أهل الرياض والقصيم وما هو تبع أهل جدة وما هو تبع السعودية ولا هو تبع الكويتين ولا تبع المصريين ولا حتى تبع المتدينين دون عن غير المتدينين ولا تبع المسلمين فقط محمد صلى الله عليه وسلم عالمي ويحمل في قلبه رحمة ليست للمسلمين للعالمين وبذلك كان خير البشر عليه الصلاة والسلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن هذا المجلس نفسه زيما هو